فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية بعد حديث المؤلف رحمه الله عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الناس بالتخفيف وقراءته بالصافات ونحوها قال وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يذكر الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من الكلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع من الناس من مخالفات لهذه الصفة أنه إنما أطال الكلام في هذا نظرا لأن الناس أساء الفهم لهذه الأحاديث فمنهم من حمل التخفيف على ظاهره فخفف تخفيفا مخلا يخل بالصلاة ومنهم من حمله على ظاهره فأطال إطالة تشق على المأمومين أو أطال بعض الصلاة وخفف بعضها الصلاة الواحدة وكل هذا من سوء الفهم والحق أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الرسول قولية أو فعلية لا تتناقض وإنما يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا فالمراد التخفيف مع الإتمام تخفيف مع الإتمام الذي يرفع الحرج عن المأمومين مع إتمام الصلاة فيجمع بين المصلحتين مصلحة إتمام الصلاة ومصلحة تخفيف عن المأمومين وهذه هي الصفة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم فكان يطيل الصلاة مع مراعاة أحوال المأمومين حتى إنه كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة رحمة بأمه فكان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين ولا يقول وطيل الصلاة ولا علي من المأمومين بل يجمع بين الحالتين حالة مراعاة الصلاة وحالة مراعاة المأمومين فالتخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله والتطويل الذي ورد في صفة صلاته هو ما كان يفعله وأنه يجمع بين الأمرين المترجم للقناة